اشتركوا في القناة سابع يشواطن في انطلاقات صباحي هذا اليوم الذي خصص للبكار اللي اذا اتقدم مباشرة مع المراكز الاول اتقدم مع المركز الاول المركز الاول وتابع بلع المركز الاول خالد بن سعيد بن محمد الاكتبي يتقدم على المركز الاول ويقدم عبله في صدارة هذه الاسماء الباحثة عند موسي هذا الشوط طواري طواري على المركز الثاني احمد بن سعيد بن سالم هرميثي القادم على المركز الثاني يقدم طواري المركز الثالث بن صغان لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري القادم على المركز الثالث المركز الرابع الوثبة القادم الوثبة لسعادة سالم براشد بن محمد النيادي النقل الى المركز الخامس وتابع بحجه الواصلة ضعي بن سيف بن دميثاني الشامسي القادم على المركز الخامس سادس المراكز مفاوضة القادمة سالم بن عيضة بن سيلة الخيلية قادم في هذه اللحظات مع مفاوضة الواصلة والمنطلقة على المركز الساد السابع المراكز سابع المراكز نتابع في هذه اللحظات التسلل من دوشة القادمة سالم بن راشد بن غدية الاجتبية قادم مع دوشة الروية القادمة مع الدكتور راشد بن حمد بن زفنة أهل فاري قدم الروية على المركز الثامن والمركز التاسع منصورة محمد بن سالم بن ناصر النعيم يقدم منصورة على المركز التاسع والمركز العاشر نتابع المركز العاشر المتسلل والقادمة في هذه اللحظات هذه الواصلة والمنطلقة وصايف 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 أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي ياتي مع وصايف هكذا هي النتيجة للعشر للعشر المراكز اللولة المتقدمة والحاضرة ولكن أعود للصدارة إلى عبلة على المركز الأول خالد بن سعيد بن محمد الكتبية يقدم عبلة على المركز الأول لا زالت تقود هذه الأسماء حتى هذه اللحظات قيادة سليم بن صغان القادمة على المركز الثاني لسعيد بن عبد بن خليفة الحميري القادم من الخوانيج المركز الثالث الوثبة ومن مدينة العين قادمة سعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي القادمة في هذه اللحظات يقدم الوثبة على أرضية ميدان المرموم والثنين كيلو متر بدأنا نقترب من لاحيحات الثنين كيلو متر المركز الثالث والرابع بهجة 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 القادمة ضعيف بن سيف بن ميثان الشامسي يقدم بهجة القادمة على المركز الرابعة وبالرشيد ووصايف أحمد بن سلطان بن رشيد السويد يا القادمة وامفاوضة القادمة سالم بن عويضة بن سيلة الخيالي القادمة الروية للدكتور راشد بن حمد بالزفن الاعفاري القادمة في هذه اللحظات المركز الثامن المركز الثامن دوشة دوشة سالم بن راشد بن اغدير القادمة والمركز العاشر هذه بطرة الواصلة سيل بن محمد بن سيل بن راشد الحميرياتي ويقدم بطرة الواصلة ومنصورة حمد بن سالم بن ناصر النعيمي يأتي مع منصورة يأتي ويقدم منصورة في أجمل صورة على أرضية ميدان المرموم عودينا الصدارة بدأت التغييرات في هذه اللحظات بعد ما اقتربنا من لوحة الإعلان النهاية الالف والمئتين وبهجة على المركز الأول بند ميثان الشامسي على المركز الأول الدكتور مع الروية الواصلة الروية الدكتور راشد بن حمد بالزفن الاعفاري قادم على المركز الثاني المركز الثالث دوشة دوشة سالم بن راشد بن اغدير القادمة مع دوشة والواصلة بطرة الواصلة بطرة سهلة بن محمد الحميري وبالرشيد الخطير قادم ولكن الصدارة ما بين بهجة وما بين الروية ما بين بهجة وما بين الروية والثمانمائة متر الأخيرة ما شاء الله ها هي الروية ها هي الروية على المركز الأول الدكتور راشد بن حمد بالزفن الاعفاري يتقدم على المركز الأول ينطلق على المركز الأول ينطلق على الصدارة الدكتور ويقدم الروية يقدم الروية على المركز الأول المركز الثاني بهجة للضعيب نسيب ندمي ثاني الشامسية القادمة على المركز الثاني ولكن خلاص العين سلام تهانين والنموس لراعي الروية لراعي الروية ومن قدم الروية الدكتور راشد بن حمد بالزفن أهل عفاري أبو حمدان صباح الخير يسعد لي صباحك اليوم مع الروية يتميز هذا الصباح مع هذه الذلل الأصائل وبالذات مع الروية مشكور يا سعود مشكور يا سعود يا بلوحوش من تابع انطلاقة الروية وتحديات الروية المركز الثاني وصلت أصايف لحمد بن سلطة بن رشيد المركز الثالث بحجل الضعيف بن سيبن ميثان شامسي المركز الرابع المركز الرابع منصور المحمد بن سالم بن ناصر بن عمي والمركز الخامس دوشة لسالم بن راشد بن غدير الالكتبي هكذا هي النتيجة مشاهدين متابعين الكرام نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الروية بشعار الدكتور في هذه اللحظات نتابع التوقيت لحظات لوصول الروية قطعت الخمسة كيلو مترات بتوقيت زمني سبع دقائق خمسة واربعين ثمان اجزاء من الثانية مشكور سعود بلوحوش من تابع انطلاقة الروية وتلقها على أرضية هذا الميدان ضمن انطلاقات تمهيد المرموم المركز الثاني سبع دقائق ثنين وخمسين جزء واحد من الثانية وصايف لأحمد بن سلطان بن راشد السويدي الخطير نعم شعار الخطير المركز الثالث سبع دقائق وثنين وخمسين ثلاثة جزاء من الثانية اللي وصلتنا بحجة للضعيب بن سيبن دميثان الشامسي تهانينا والناموس للجميع اشتركوا في القناة